من جهته مدير المصالح الفلاحية كشف بأن الاتهامات المتعلقة بالتحرش مجرد افتراءات وأن الحقيقة الخلفية لهذا الاحتجاج هي رفض المحتجات تطبيق التعليم الوزرية الأخيرة التي تلزم جميع الموظفين احترام وقيت العمل قواني العمل هذا الشيء اللي خليهم داروا احتجاج اما باش تظهر اليوم تحرش مايش عارفش انه جنسي والله هذه على ما ظهرش مقبل انا عندي عامي عندي عامين ونهنية على ما ظهرش هات تحرش هات والله تحرش مو دونك هذي افتراءات افتراءات والانسان اللي تكلم على التحرش هو بعد هو اللب المشكل هو اللي ما يعترفش بالسلطة بالسلطة مايعترش بالقانون تعد دخول والخروج مايعترش بالسلطة انتعوا على مستوى المديرية لا يحترم لا رئيس المصلحة انتعوا لا رئيس مصلحة الادارة ولا ربما لا حتى المدير